أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن إسهامات الكوادر الوطنية المخلصة والإنجازات المشرفة والنجاحات المتحققة التي تشكل فريق البحرين وهي محل اعتزاز وتقدير لدى الجميع لفتان إلى همية مواصلة تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز دورها في مسيرة البناء والتطوير بما يسهم بالدفع بمختلف القطاعات التنموية نحو مستويات أكثر تنافسية بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله وارع جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله في قصر الإقضابية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء الدفعة الثامنة من منتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية حيث أشار سموه إلى أن الاستثمار في الكوادر الحكومية أولوية دائمة تسخر من أجلها كافة الجهود باعتبارهم المحرك الأساسي لمختلف مسارات العمل الحكومي مشيدا بما بذله منتسب الدفعة الثامنة من جهود حثيثة خلال فترة انتدابهم في مكتب رئيس مجلس الوزراء وما أظهروه من مستوى مهني ومسؤولية عالية تسهم في تطوير الأداء الحكومي وإثرائه إلى جانب المهارات والخبرات المكتسبة لتحقيق أهداف البرنامج مثنيا سموه على المشاريع النهائية التي قدمها المنتسبون والأفكار التي قاموا بتقديمها وتنفيذها خلال فترة انتدابهم بالبرنامج وقال سموه إننا نلمس من كافة أعضاء فريق البحرين الذين ينجزون عملهم بكل إتقان وعزم في مختلف مواقع عملهم مشاعر الإخلاص والولاء والانتماء لهذه الأرض الغالية ونفخر بمنجزاتهم الوطنية ونشد على أيديهم لمواصلة العطاء لرفعة وطنهم ونهضته ونستمد منهم عزيمتنا للمضي قدما من أجل مواصلة المساعي الهادفة للتقدم والنماء لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا للوطن والأجيال القادمة من جانبهم أعرب منتسب الدفعة الثامنة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام بتطوير الكوادر الحكومية وتقديم كافة الدعم والمساندة معاهدين سموه على مواصلة الجهود والعطاء من أجل نماء الوطن ورفعته